دعني أعود للبروفيسور زيداني في رامالله يعني صفقة القرن هي واضحة منذ سنتين ربما هذه الخطوة الفلسطينية بالاتجاه العربي حتى هي خطوة متأخرة يعني منذ سنتين عقدت قمتان قمة في الرياض وقمة في تونس للجامعة العربية لماذا هذا التحرك الفلسطيني متأخر؟ يعني هناك عجز فلسطيني واضح وفاضح يعني على هذا المستوى يعني كان على الطرف الفلسطيني أن يعمل ما يجب عمله سواء من حيث التحرك السياسي على المستوىات المختلفة العربية والإفريقية والإسلامية والأوروبية وكذا على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة والمتحدة إضافة إلى التحرك على مستوى المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا يعني هذا من ناحية ولكن هذا القصور الفلسطيني له أسباب جاي لأنه له علاقة بذلك الانقسام الذي يضعف الموقف الفلسطيني ما كان على الطرف الفلسطيني أن يعمل وما عليه أن يعمله الآن وسريعا هو تجاوز الانقسام الفلسطيني وعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة لمواصلة النضال الميداني قيادة النضال الميداني وأيضا لمواصلة النضال في الخط السياسي يعني الخط السياسي الدبلوماسي ليس ولم يكن كافيا أنه أنت بحاجة إلى دعم هذا التحرك السياسي بعمل ميداني بنضال ميداني وهذا النضال الميداني لن يتأتى إلا إذا تجاوزنا واقع الانقسام وأنتجنا قيادة موحدة متجددة التي تقود هذا النضال من أجل التحرر والاستقلال نعم